بسم الله الرحمن الرحيم 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 عند اليهود مرتبط بالكتاب فذكر الله عز وجل أمرهم وشبهتهم وبيان ذلك في سورة البقرة التي في صدرها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه فوافق أن يذكر أمرهم على التفصيل الذي مصدر الاشتباه فيه أمر الكتاب أن يذكر في السورة التي قضيتها الأساس قضية الكتاب ولما كان النصارى الأمر الذي هو مصدر الاشتباه عندهم أمر الألوهية فإنهم زعموا أن عيسى ابن الله ومنهم من قال هو الله فلما كان أمر الاشتباه فلما كان أمر الألوهية فذكر بيان هذا الاشتباه والرد عليه وتفنيده في سورة آل عمران التي قضيتها الألوهية ففي أولها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم فهذا مما لفت العلماء إليه النظر في هذا البيان ولما كانت سورة البقرة ذكر فيها أمر اليهود على التفصيل إلا أنه لما كان هناك التقاء في الفساد عند اليهود مع الفساد الذي عند النصارى فإن الله عز وجل ذكر في سورة البقرة على وجه الإجمال شيئا من خبر النصارى والتبيان لخبر اليهود هذا في سورة البقرة وهذا ما وقفنا معه لأشهر عدة مع الآيات التي بيّنت أمرهم ومنطلق الشبهة والاشتباه عندهم ولكن ورد خبر بالإجمال عن أمر النصارى في سورة البقرة وكذلك هنا في سورة آل عمران فكما ذكر خبر النصارى على وجه الإجمال في سورة البقرة فذكر هنا خبر اليهود على وجه الإجمال في سورة آل عمران والآيات التي بين أيدينا اليوم هي من هذا الإجمال الذي جاء عن خبر اليهود في سورة آل عمران السورة التي مجمل ما جاء فيها وأكثر آياتها إنما هو تفنيد وبيان لشبهة النصارى ولكن جاء شيء من الإخبار بالإجمال عن اليهود وهذا الأمر أيها الإخوة أيضاً يجعلنا نعود بذاكرتنا التاريخية إلى البدايات التي كانت فيها نشأة هذه الأمة الخاتمة الأمة المسلمة البداية التي نحن ثمراً وامتدادٌ لها وما من شكٍ أن من الوفاء من الفرع للأصل أن يتذاكر تلك البدايات وأن يقف معها موقف الجد والتعلم والتقدير والتبجيل لأن تلك هي بداياتنا كأمة مسلمة تنتمي إلى هذا الاسم العظيم الذي سمّانا به الرب جل جلاله هو الذي سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا والأمة المنتمية لذاك النبي الخاتم سيد ولد آدم رسول رب العالمين أفضل الأنبياء والرسل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فإن من الوفاء أن نقف مع تلك الذاكرة التاريخية التي كانت فيها بدايات هذه الأمة لنرى أن هذه الأمة لم يكن قيامها خبط عشواء ولم تكن نشأتها قائمة على الورود والرياحين وإنما كان هناك كفاح وكان هناك جهد وكان هناك بذل وكان هناك عطاء وكان هناك صبر وكان هناك تعلم وكان هناك تفريغ أوقات وكان هناك آلام وأنين وكانت هناك انتصارات وغير ذلك نلمس صدق أناس دخلوا في الحق وأدركوا ماذا يتطلب منهم قبول الحق فكانوا صادقين مع الله عز وجل فيما وعدوا وكانوا ثابتين على عهودهم وكانوا أوفياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما لمسناه منذ أن وقفنا مع أول آية من سورة الفاتحة ثم سورة البقرة ثم ها نحن في سورة آل عمران آل عمران فإننا نجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يتعاملون مع هذا الكتاب العظيم ونلمس في ذلك كله هذا النبي الكريم الذي تحمل هذه الأمانة وهذه المسؤولية وهذه التبع وكلفه الله عز وجل بها أيضا كيف كان وفاؤه لربه عز وجل ولآيات ربه وللمؤمنين وللبشرية كلها في أمر البلاغ والبيان والنصيحة والرحمة ورأينا أيضا كيف أن الله العظيم الجليل رب هذا الدين ورب العباد جل جلاله الذي أنزل الكتاب رأينا كيف هذا الرب العظيم الذي وعد رسوله صلى الله عليه وسلم بحفظه فحفظ وبنصرته فنصر وبتأييده فأيد وبتعليمه فعلم وبهدايته فهدا وأنه عز وجل ما تخلى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا ولا في موقف من المواقف فكيف كان معه وهو يطلعه على خبايا وخفايا ما يفعل أعداؤه ويجعل له الخفية ظاهرا جليا ويعلمه عن حقيقة ما في نفوسهم ويعلمه عن مكرهم وكيدهم وكيدهم وتدبيرهم ويطلعه على ذلك كله ثم أيضا كيف يقوده عليه الصلاة والسلام في مواجهة هذا المكر كله كيف يجعله يظهر في عزة وقوة وثبات وفي نفس الوقت كيف يظهره وهو الناصح الرحيم الداعي إلى الحق الذي يقبل من الناس متى ما عادوا إلى الحق كيف ينازله يجعله ينزل في معترك الصراع مع خصومه مرة في ميدان الدعوة ومرة في ميدان الحرب والقتال ومرة في ميدان الجدال والحوار وإبطال الشبه وإقامة الحجج وهكذا فنجد إذن أن هذا الكتاب العظيم لئن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات أصحابه لكن هذا القرآن يذكرنا بذلك كله ولتتعلم هذه الأمة من أولها وليبقوا وليبقى هؤلاء الذين سبقونا بالإيمان مدرسة تعليم لهذه الأمة إلى يوم القيامة وهذا حقيقة من أعظم ما ينبغي أن نتنبه له عندما نقبل على هذا الكتاب العظيم أن نتذكر أن هذا القرآن نزل ليتحرك به أُناس ويتلقاه أُناس كلمة كلمة وآية آية عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ثلاثة وعشرين عاما وهم يتنقلون مع آيات القرآن لذلك ليست صدورهم فقط مجرد أوعية لحفظ الآيات لا لكن كانت صدورهم واعية لكل آية نزلت من كتاب الله لذلك لا نستغرب عندما يقول بن مسعود رضي الله عنه يقول والله ليست آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت لم يكن القرآن مجرد آيات تنزل لتحفظ ثم تتلى ويجود الإنسان آياتها فحسب لا لم يكن أبداً القرآن بهذه الكيفية وإنما هناك أمور تحدث فيترقب الصحابة ماذا سيكون من الله جل جلاله توجيهاً لرسوله صلى الله عليه وسلم ولهم وهناك آيات تنزل تطلب أمراً معيناً فيبتل الناس لكي يحققوا ذاك المراد الرباني وهذه قضية أحسب أنه من الأهمية بمكان أن نستحضرها ونحن نتلو آيات القرآن قلنا مراراً النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانت مواجهته للملأ من قريش وعندما آمن به ذلك العدد من أهل المدينة وانتقل إليهم هل انتهت العداوة؟ هل أصبحت عداوته فقط؟ مع الملأ من قريش الجواب لا الهجرة إلى المدينة كما أنها أوجدت له أنصاراً ومؤيدين ومؤمنين به إلا أنها أيضاً أوجدت أعداءاً مع الأعداء فأصبح مع الملأ من قريش وكفار قريش أصبح هناك المنافقون وأصبح هناك اليهود فاتسع الدائرة العداوة واتسع الدائرة المنازلة وأصبح ميدان الخصوم له ميدان آخر منضمع الميدان الأول ثم أن هؤلاء أصبح التقاؤهم أكبر فالخصومة أعظم والعداوة أكبر والحاجة إلى الصبر أعظم وإلى البذل أكبر وأيضاً الحفاظ على أهل الإيمان أصبحت مسؤوليته أعظم فهذه كلها أمور نجد أن القرآن تنزل ليخوض بهذا النبي الكريم وبصحبه هذا المعترك كله والنتيجة أنه لم يعرف أن أحداً منهم آمن فارتد عن دينه بل الإيمان يقوى في قلوبهم والدائرة تتسع بأهل الإيمان والذلة والهوان يزداد بأهل الكفر والنفاق والإشراك بالله إذن بعد ذلك هل سنجد كتاباً غير كتاب الله عز وجل نحتاج إليه في كل ما يواجهنا في حياتنا وهل سنطمئن إلى منهج وإلى مرجع وإلى مصدر وإلى تشريع أعظم من كتاب الله جل جلاله الذي ظهرت آثاره على رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس القرآن تنزل ولا يطوف بهذا البيت مؤمن إلا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام واختتم نزول القرآن وعشرات الآلاف من أهل الإيمان تطوف بهذا البيت ولا كافر معهم يشاركهم أليس هذا هو الانتصار تنزل القرآن وثلاثمائة وستون صنم تعبد من دون الله عند الكعبة وفي جوف الكعبة ويتنزل القرآن في آخر ما يتنزل منه وليس عند الكعبة شيء يعبد إلا الله جل جلاله وبأي شيء تحقق ذلك بأي منهج بأي كتاب بأي تشريع بأي هدى إلا هدى القرآن والله عز وجل يكرم هذه الأمة بأن الكتاب الذي نصر به النبي الكريم المبارك عليه الصلاة والسلام وصحبه رضوان الله عليهم يكرم هذه الأمة بأنه محفوظ لها إلى يوم القيام ويكرمها بأن ذاك العمل بهذا الكتاب محفوظ لها إلى يوم القيامة السنة النبوية فهل الأمة ستنتفع بذلك؟ وهل ستأخذ هذه الأمانة وهذه الوديعة بحقها وتمتثل كما امتثلوا وتعمل كما عملوا وتنقاد كما انقادوا وتخضع كما خضعوا والخصوم هم الخصوم لا غيرهم والمكر هو المكر لا غيره والعلاج هو العلاج لا غيره ولكن من الذي يقتنع ومن الذي يعمل ومن الذي يرضى فإذن الآيات التي بين أيدينا إذن هي من الإجمال الوارد في سورة آل عمران عن اليهود في وسط البيان لشبهة النصارى في هذه السورة الكريمة فما هي هذه الآيات التي جاءت على وجه الإجمال مخبرة عن هذا التلاقي وهذه العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود الذين كانوا بالمدينة في أي ميدان كان ذاك التحاور قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصره هاتين الآيتين تتحدث كما قلنا عن اليهود إن قضية القضايا هوية الإنسان إلى أي شيء ينتمي والإسلام جعل قضية الانتماء الحقيقي للإنسان هو انتماء الدين لذلك جاء في الآيات السابقة ذاك التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحاير أهل الكتاب أن يدعوهم إلى ماذا إلى كلمة الإسلام ثم أن يعلمهم بمنتهى النصح والوضوح أن الذي أوحي إليه أن الدين عند الله الإسلام ثم عندما لم يقبلوا منه أن يعلن هوية ذاته وأصحابه بأنه مسلم ثم بعد ذلك أن يعلن أنهم حال رفضهم لذلك فلا يستحقون هذا الإسم وإنما لهم اسم آخر الذين كفروا من لم يقبل الإسلام فهو فيه مسمى القرآن كافر ومن قبل هذا الدين وقبل هذا القرآن وصدق بالنبي الذي نزل عليه هذا القرآن فهو الذي يستحق مسمى المسلم ولا يجوز إخراجه عن هذا الإسم العظيم فهذه القضية قضية الهوية لهذا الإنسان إنما هي هذه الكلمة وما يقابلها فمن قبل القرآن وصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمن بالله عز وجل فهذا هو المسلم ومن رد شيئا من هذه الأمور إذا خرج من هذا المسمى لتكون له هوية أخرى هي الكفر فيقول الله عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله وهنا أيضا للعلماء وقفات عظيمة ولطيفة إن الذين يكفرون بآيات الله أن كلمة الكفر كما أن كلمة الإسلام إنما يستحقها من قام بأمور قلبية وقولية وعملية فكذلك كلمة الكفر إنما تطلق على الإنسان لقيامه بأمور أيضا قلبية وقولية وعملية وهذا يعلم الإنسان أن القرآن لا يجعلك تتجرأ على إطلاق الأوصاف بدون معرفة السبب الذي يستحق الإنسان به هذا الوصف ليس إطلاق الكفر كلمة هيّنة وألعوبة يتكلم بها الإنسان إن قلت لفلان من إخوانك يا كافر تصعد الكلمة إلى السماء إن كان مستحقا لها وقعت عليه وبرئت وإن لم يكن مستحقا لها برئ منها ووقعت عليه فالألقاب والمسميات والأوصاف ليست هزلا في دين الله والقرآن يربي هذا المؤمن على العلم ويربه على أن يكون عادلا في الحكم منصفا في إطلاق الكلمات وأن يكون يحتاط في هذا الأمر فالكفر وصف لمن؟ ومرتبط بأي شيء مرتبط بأن هناك آيات لله واضحة بيّنة تدل على أن الله وحده هو المستحق أن يعبد لا غيره وأن عبادة غيره شرك وكفر فإذا ما ظهرت تلك الآيات البيّنات فمن لم يقبلها وردها فهذا الذي يستحق كلمة الكفر إذن معنى ذلك أن هناك آيات والآيات تحتاج إلى من؟ إلى مبلغ والبلاغ لا بد أن يكون واضحا وبين ولذلك يقول الله لرسوله في الآية التي قبل ما على الرسول إلا البلاغ إذن لا بد من بلاغ والبلاغ لا بد أن يكون بيّن والبيان لا بد أن يكون مرتبطا بالآيات فإذن هذه قضية إن الذين يكفرون بآيات الله على أن إطلاق الأوصاف والكلمات إنما يقوم على أسباب واضحة معلومة ليست محل اجتهاد وإنما أمر معلوم أن هناك عدم قبول لآيات لا ثم نسبة الآيات إلى الله الاسم الأعظم لبيان أن جحود الآيات المنسوبة إلى الله من أعظم الجرم لذلك يستحق صاحب هذا الجحود أن يوصف بهذا الوصف وهو الكفر واضح إذن نسبة الآيات إلى الله دل على ماذا دل على عظم الكفر بآيات الله وأنه أمرٌ عظيم وهذه ثانية الثالثة إن الذين يكفرون جاء بفعل المضارع يكفرون وفعل المضارع يشمل ظرف الزمن كله بمعنى يشمل الماضي والحاضر والمستقبل وقال العلماء وفي هذا لطيفة ما هي قالوا اللطيفة أن اليهود سيكون عداؤهم لهذه الأمة مستمراً غير منقطعة وسيبقى ليكون هذا العداء مع آخر أيام هذه الأمة حين يكونون في صف الدجال ضد هذه الأمة وحين يقتلهم أهل الإسلام ويبقى أفراداً منهم بما يخبئه شجر الغرقة فانظروا إلى فطنة أهل العلم وكيف ينظرون إلى أن الكلمات الربانية والتعبير الرباني للكلمة ليس عبثاً فكونه قال إن الذين يكفرون وما قال إن الذين كفروا ليعطي الدلالة على أن العداوة من هؤلاء ستكون مع الأمة مستمرة وكفرهم سيبقى وعداؤهم سيبقى إلى آخر أيام الدنيا قالوا بخلاف ما ذكر عن النصارى فسيكون لهم تاريخ التقاء حين ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فيؤمنوا في آم كثيرة منهم به ويكونون مع أهل الإسلام مسلمين بخلاف اليهود وهذا استنباط فقط يذكره العلماء من فعل المضارع يكفرون فتفطنوا لهذا المعنى رحمهم الله إن الذين يكفرون بآيات الله وذكر هنا ثلاثة جرائم لهم وابتدأ بالأشد وابتدأ بما هو سبب لما بعده واضح إذا رتب جرائمهم بالأشد ثم الذي أقل والذي أقل والثانية أنه ابتدأ بما هو السبب لما بعده فما هو الأشد في هذه الجرائم الثلاث وما هو السبب لما بعده فأشد هذه الجرائم الثلاث الكفر بالله الكفر بالله ما بعده قتل الأنبياء وما بعده قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس وهل قتل الإنسان جرمه كجرم الكفر بالله لا والله ولكن كم يغفل الإنسان أن يدرك ميزان رب السماء في تقويم الجرم ولذلك مبدأ العداوة مبدأ قائم على قضية الكفر أو الإيمان وهذا أعظم جر الكفر بالله وأعظم حق الإيمان بالله ومن كفر بالله فالكفر جرأه على كل قبيح كما أن الإيمان يدفعه إلى كل حسن ويرده عن كل قبيح فإذا كفرهم بالله جرأهم على ما يأتي بعد ذلك من الجرائم والقبائل واضح إذن هذا ترتيب الأمور الثلاثة من حيث عظم الجرم وأيضا من حيث أن الأول جرى على الثاني والثاني جرى على الثالث فمن كفر بالله جرأه كفره أن يقتل الأنبياء ومن قتل الأنبياء تجرى على قتل غيرهم من باب أولى سيهون الأمر على نفسه فإذن أيضا هذه فائدة يشير إليها العلماء في ذكر جرم هؤلاء وأيضا نحن نفهم لكن ثاني يستعظم لو قيل له يعني هؤلاء قتلوا نبي يرى أن هذا أمر عظيم لكن أعظم منه أنهم ماذا أنهم كفروا بالله الذي خلقهم ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه رأى رجلا من أهل الكتاب فأغمض عينيه حتى مر فعندما سئل قال والله ما طاقت عيني أن تنظر إلى رجل كفر بالله فالمؤمن إذن بقدر ما هو يشعر بقيمة الإيمان وعظم الإيمان وأهمية الإيمان وثقل الإيمان في ميزان الله فإنه يدرك جرم الكفر ويدرك حقارة أهل الكفر ودناءة ما عملوا وما فعلوا ودنوا ومنزلتهم عند الله وأن الله عز وجل لا يحتفي بهم أبدا وأنه إن أنزل عقوبته لا يبالي في أي واد من أودية الهلاك هلكم والمؤمن لعلو قدره عند الله لو لم يبقى على ظهر الأرض إلا شخص واحد مؤمن فإن القيامة لا تقوم والساعة لا تقوم وإن فقد المؤمن ولم يبقى على ظهر الأرض رجل يقول لا إله إلا الله فلا يستحق الناس أن الله يبقي لهم الحياة ولا لحظة فإذا عرف الإنسان الإيمان والكفر وقيمة ذلك في ميزان الله عز وجل إذن يدرك أي جرم يرتكبه هذا الذي كفر بالله وبعد ذلك كيف يكون الذي في نفسه نحو هذا الإنسان من كره ما هو عليه ومن شدة الحرص على أن يترك ما هو عليه ليعود إلى الحق لأنه مدرك أي هلاك قد أدخل نفسه فيه ومن ثم لا يرى من النصح له شيء أعظم من أن يكون سببا في أن يخرجه من الكفر إلى الإيمان وأنه ليس هناك عمل يقدمه له أكثر من النصيح التي قد تكون سببا في أن تنقذه من النار إن الذين يكفرون بآيات الله إذن هذا الجرم الأول الذي استحق به هذا الوصف وهذا هو الجرم الأكبر الأعظم وهذا هو الجرم الذي جرأهم إلى ما بعده من الأفعال القبيحة الخبيثة الدنيئة إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين وهنا وقفات أيضا للعلماء ويقتلون النبيين بغير حق هناك النبي وهناك الرسول وللعلماء كلام في الفرق بين النبي والرسول وأرجح وأظهر ما يذكر في التفريق بين النبي والرسول أن الرسول من بعث بشرع جديد يوحى إليه بشرع جديد وأما النبي الذي يوحى إليه ولكن ليس بشرع جديد وإنما بشرع رسول سابق الله فموسى عليه السلام رسول ويحيى عليه السلام نبي وعيسى عليه السلام رسول فإذن هذا الفرق هنا من العلماء من يقول لما كان الرسول مرسل بشرع جديد ليبلغه للناس وليقوم ذلك النموذج فإن الرسل محفوظين من الله والله عز وجل يحفظهم من أعدائهم فلا يصلون إليهم لماذا حتى يبلغون دين الله الذي أرسلوا به أما النبي فهو لم يرسل بشرع جديد وإنما برسالة رسول تلك الرسالة باقية في الناس لكن الناس لا يعملون بها قالوا فلا مانع أن يكون من ضن البلاء الذي يبتلى به الأنبياء أن يقتلوا بخلاف الرسل فإنهم محفوظون بحفظ الله فلا يصل البلاء بهم إلى حد أن يقتلوا حتى يتم البلاغ ويتتحقق إقامة الحج على الناس إذن هذه فائدة في قوله الذين يقتلون النبيين وما أضاف الرسل أيضا قال ويقتلون النبيين بغير حق قتلهم للأنبياء لأن الأنبياء كما أنهم يمثلون للناس التذكير برسالة الرسول فإنهم يقدمون للناس نموذجا لتطبيق رسالة الرسول وهؤلاء وهؤلاء لا يريدون أن يقوم في الناس من يمتثل الحق فيشوش على باطلهم ويجعل الناس يتخلون عنهم ويعودون إلى الحق وهم لا يريدون ذلك إذن مواجهتهم وقتلهم للأنبياء ليفقد الناس النموذج القائم بالحق فلا يجدون لهم أسوة حسنة هذه فائدة ومن العلماء أيضا من أضاف أن الإنسان بما فيه من الفطرة فإنه عندما ينحرف عن الحق ثم يرى غيره ممتثلا للحق فإنه يجد من أعماق نفسه ذلك التأنيب إذ ينظر إلى نفسه بالقلة والدون أن غيره وفق للانقياد والقيام بالحق وأنه لم يوفق لذلك فحتى يرتاح من هذا العتب النفسي فإنه يقتل نماذج الحق ولا يريد أن يراها واضح وهذا معنى عظيم إذن هو لا يحب نموذج الحق حتى لا يتأثر الناس به وهو يحب أن يكون الناس معه وود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء في هذا الباطل إذن هم يقتلون الأنبياء حتى لا يكون للناس نموذجا للحق فيتركوا مشاركتهم في الباطل وينضمون للحق فلذلك يقتلون الأنبياء ولأن لأنهم لا يريدون أن يتركوا هذا الباطل ولا حتى أن يجدوا في أنفسهم مجرد العتب والألم وأن ينظر الإنسان لنفسه بالاحتقار أنه لم يعمل الحق فلذلك يقتلون نماذج الحق حتى لا يرى إلا نماذج الباطل ويقتلون النبيين إذن هذا دور الأنبياء تذكير بشرائع الرسل ثم الامتثال لإقامة النموذج الذي به تقوم الحجة ولذلك هذا مكر إبليسي كبار أن يغري أهل الباطل بأن لا يبقوا أهل الحق عاملين بالحق وليس فقط أنهم يكرهوهم على الترك بل أنهم يقتلون هم بحيث إذن يزول ذلك النموذج ولا يطمع أحد ويطمح أن يفعل مثلهم ويقتلون النبيين بغير حق بغير حق وهل هناك قتل لنبي بحق الجواب لا إذن ما هي فائدة أن يضيف كلمة بغير حق مع أنه ليس هناك قتل لنبي بحق قال العلماء إضافة بغير حق إعلام بأن الكفر الذي في قلوبهم تمكن منهم فأصبح فعلهم كله قائم على الجهل والظلال واضح وهذه جريمة بحد ذاتها عظيمة عندما يصبح هذا الإنسان قلبه مملوء بالجهل والظلم والتعدي فإذن ليست القضية أنه قتل نبي وإنما القضية أن هناك قلب أسود وقلب مملوء بالخبذ وأنه لا يفعل الحسن بل يفعل كل قبيح وأيضا جاءت كلمة حق بالتنكير بمعنى لم يكن لهم في قتل الأنبياء أدنى مبرر له قبول أدنى مبرر ويقتلون النبيين بغير حق هل الذين خوطبوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا أنبياء الجواب لا أليس هم المخاطبين وقلنا أنهم هم المخاطبون قال العلماء دخلوا في هذا الوصف بأمرين الأمر الأول أنهم رضوا بما فعل آباؤهم الذين قتلوا الأنبياء فأصبحوا بمنزلته وهذا معنى النية الجازمة التي بها يكون الإنسان محاسبا وإن لم يفعل وإن لم يفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المال لأربعة رجل آتاه الله مال فسلطه في الحق فله أجره وأنفقه في سبيل الله ورجل لم يؤته الله مالا فقال لو عندي مال لفعلت فيه كما فعل فلان قال فهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا فسلطه في الباطل فعليه وزر ورجل لم يؤته الله مالا فقال لو عندي مال لفعلت فيه كما فعل فلان قال فهما في الوزر سواء فالنية المنعقدة التي ما يمنع الإنسان عن ذلك العمل إلا توفر ذلك الأمر فيحاسب عليها الإنسان ولو لم يعمل فإذن هؤلاء نسبوا إلى هذا الفعل الشنيع بأي عمل صدر منهم برضاهم عما فعل آباؤهم من قتل الأنبياء فأصبحوا مشاركين لهم في الوزر منسوبين إلى هذا الفعل الشنيع بالعزم الصادق والرضا بذلك الجرم والثاني بإرادتهم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخطيطهم لذلك ونسوا أنه رسول وليس نبي إذن فالله حافظه والله يعصمك من الناس فالله عصمه حتى بلغ رسالة الله وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بلغ دين الله بلاغا وبيانا وتطبيقا وعملا عليه الصلاة والسلام واضح إذن ويقتلون النبيين بغير حق ثم هذا الأمر ولذلك ذكر أيضا علماء التفسير ورووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي عبيدة الذي رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وغيره بسنده أن أبا عبيدة رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الناس أشد جرما يوم القيامة قال من قتل نبيا ثم من قتل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ثم قال له إن بني إسرائيل قد قتلوا في يوم واحد ثلاثة ثلاثة وأربعين نبيا فقام منهم مئة وبضعة عشر من بني إسرائيل من المؤمنين وأنكروا على هؤلاء الذين قتلوا الأنبياء فقتلوهم بمعنى أن هذا الإخبار الذي ورد في الآية حدث من هؤلاء في تاريخهم وأن هناك حدث عظيم في موطن واحد وهو أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين في يوم واحد من الأنبياء ثم أتبعوهم بأكثر من مئة رجل من مؤمنيهم الذين أنكروا عليهم قتل النبيين إذن هؤلاء الذين يتجذر فيهم هذا الصنيع فعلا ورضا هم الذين سيستمر كفرهم بالله وهم الذين ستكون معاداتهم لأهل الإسلام وهم الذين سيكون الصراع معهم ممتدا إلى يوم المسيح الدجال ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وهذا الجرم الثالث يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وأيضا هنا وقفات لأهل العلم من المفسرين أول ما نأخذ منها مما ذكره العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين المشترك عند الأنبياء وأتباع الأنبياء وهذه قضية عظيمة ونحن نذكر بها كما يسمع الإخوة دائما لأنه كما قلنا أن أعظم الدين ما كان من هذا النور أن الشيء الذي يأمر الله به جميع الأنبياء إذن هو يدل على عظم منزلته عند الله وعلى عظم مصلحته لابن آدم وعلى قوة معالجته لما جعل له من إشكال يعالجه وأنه لا علاج يصلح لذلك الأمر إلا ذاك العلاج الذي استخدمه جميع الأنبياء فهذا النوع ماذا يسميه العلماء الدين المشترك ما معنى الدين المشترك هو الأمر الذي كلف الله عز وجل به جميع الأنبياء فهذا من أعلى أنواع من أعلى قضايا الدين ومن أهمها ومما ينبغي العناية به فرأينا الإيمان من الدين المشترك الصلاة من الدين المشترك الزكاة والصدقة من الدين المشترك الصيام من الدين المشترك حج البيت من الدين المشترك بين الأنبياء ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين المشترك لذلك كان أتباع الأنبياء هذا عمله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إذن هذه واحدة ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس الثانية أن الإنكار بالمنكر لا مانع أن الإنسان ينكر ولو كان يعلم أن في إنكاره أنه يقتل ولو كان يعلم أنه قد يصيبه ذلك والمعنى هنا أنه لو فعل ذلك هل يلام الجواب لا لكن لو لم يفعل ذلك خوفا على نفسه من القتل جاز له ذلك لكن إن فعل ما نقول أن فلانا متهور واضح فلذلك قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس إذن أنكروا وحصل من أجل إنكارهم أنهم قتلوا ومن العلماء وهذا اختيار النوى رحمة الله عليه أن الإنسان ينكر في الأمر وأنه يجب عليه الإنكار ولو علم أنه سيقتل في الأمر الذي عمل جهل به ولا يعلم به إلا هو فليس له إلا أن ينكر ولو علم أنه سيقتل أما إذا كان الأمر معلوم حكمه ولكن الحاجة إلى الإنكار على فعله فهنا إن كان علم أنه سيصل الإنكار إلى قتله أو إلى أذن وابتلاء لا يطيقه فجاز له أن ينتقل إلى أن يكون إنكاره بالقلب وهذا من التخفيف على الناس في هذا الباب إذن هذه أيضا فائدة وفائدة عظيمة ويقتلون الذين يأمرون بالقسط يأمرون بالقسط أي بالعدل بالعدل من الناس قال العلماء في قوله من الناس ويأمرون بالقسط من الناس من العلماء من قال من الناس ليفيد العموم أن قتلهم لا لأجل أنه فلان وإنما لأنه أنكر عليهم الباطل فإذن التعميم ليدل على أن قتلهم ليس له شبهة إلا ماذا إلا أنهم يأمرون بالقسط ومن العلماء من قال إضافة من الناس لتعطي أن هؤلاء والعياذ بالله قست قلوبهم فلم تعد فيها رحمة لبني جنسهم مع أن الإنسان غرز فيه أنه يستوحش قضية القتل لبني جنسه فقد يقتل البهيم ليأكلها لكن أن يقتل بني جنسه فإن خلقته وغريزته على شناعة ذلك فقتلوا من النفس السوية تأنفه واضح فلذلك قوله ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس إذن الفائذة الأولى من الناس على أن قتلهم ليس له دافع إلا أنهم هؤلاء يأمرون بالقسط فلذلك يقتلونهم بدون تحديد لجنس ولا لأي سبب وإنما المبرر عندهم أنهم يأمرون بالحق والثاني من أضاف وقال أن فائذة إضافة من الناس أن هؤلاء والعياذ بالله لما ملئت به قلوبهم من الكفر والجهل والظلم والحقد حتى أنهم ليس في قلوبهم رحمة لمن من تميل النفس للرحم به وهو الإنسان مع الإنسان لكن هؤلاء ليس في قلوبهم هذا المعنى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ونجد أمام هذه الأجرام الثلاثة ستأتي ثلاثة عقوبات ثلاثة عقوبات الأولى ما هي قال فبشرهم بعذاب أليم والبشارة سميت البشارة بشارة لأن أثرها يظهر على بشرة الإنسان وقيل لأنه خبر تقابل به بشرة الإنسان وآضح إذن البشارة تسميتها بالبشارة إما لأنه خبر تواجه به بشرة الإنسان لما يظهر على الإنسان من سماعها أو لأنه باعتبار أثرها أثر البشارة وهو ظهور ذلك على بشرة الإنسان وما المحي الظاهر فسميت البشارة بشارة والأصل في إطلاق البشارة للأمر المفرح للأمر المفرح ولكن تطلق على الشيء المؤلم حال التقييد يعني بالتقييد يجوز أن تطلق البشارة على المؤلم وأما عند الإطلاق بدون قيد فإنما تطلق على الأمور المفرحة فبشرهم والبشارة في الأمر المؤلم فإنها تفيد التهكم تفيد التهكم بهذا المبشر وفيها أيضاً معنى التأنيب والتوبيخ له وفيها أيضاً إعلام بالفوات أي أنه عمل عمل أفقده أن يبشر بالممدوح وأن ذلك قد فاته فبشرهم بعذاب والعذاب يفيد معنى الألم يفيد معنى التألم بعذاب وأن ذلك التألم في أشده فلذلك وصف بقوله أليم ثم يقول الله عز وجل أولئك وفي قوله أولئك أفادت معنيين المعنى الأول أن الإجرام الذي ذكر وصفوا به وصفاً وصف ثبات وتميزوا به إذن أولئك ربطت بما قبلها وما بعدها فما قبلها ماذا أفاد أولئك أفاد أن ذلك الوصف الذي ذكر إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أن ذاك وصف ثابت فيهم مميز لهم وهذه شناعة وبما بعدها أولئك أي أن هؤلاء لا غيرهم هم الذي يستحق ما سيذكر من العقوبة فلما كانوا أصحاب استحقاق ووصف لتلك الجرائم كانت العقوبة نازلة بهم يستحقونها بلا ترد فوافقت العقوبة الجرم فالجرم عظيم العقوبة عظيمة الجرم مستمر الجرم مستمر العقوبة مستمرة أولئك الذين حبطت أعمالهم حبطت بمعنى فسدت أعمالهم كلها بلا استثناء ومن هنا يكون غافلا ولا يدرك ميزان الله وعدل الله وحكم الله من يأتي ليقول عن كافر كيف يدخل النار وهو فعل شيئا خدم الإنسانية وهذه من القضايا التي أيضا ذكرها العلماء هنا وما أعظم علماء التفسير وهم يتدبرون كتاب الله فالله عز وجل يقول أولئك الذين حبطت أعمالهم فيقول علماء من يأتي ويعمل شيئا بعد هذه الأعمال ويحقق بعمله ذلك مصلحة للناس هل هذا يشكل عندك بأن ذلك العمل حابط لأن هذا العمل والإنسان هذا يعمله هل استحضر إيمانه بالله الجواب لا إذن كيف أنت تريد أن الله عز وجل يكافئه على عمل وهو ما استحضر الإيمان به والأساس في قبول العمل الإيمان فإذا كان هو لم يؤمن بالله أنت بأي ميزان ترى أنه عادل تريد أن الله عز وجل يجازيه عليه يوم القيامة وهو لم يؤمن بالله ولم يستحضر بذلك العمل إرادة وجه الله فمن العدل من يريد الجزاء عند الله أن يعمل العمل مؤمنا بالله فإن لم يكن مؤمنا بالله فلماذا يطلب مجازاتا من الله ولماذا تطلب له جزاء من الله وهو لم يؤمن بالله جل جلال بل كفر بالله عز وجل وما أراده من الدنيا حصل له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن حاتم قال له رجل كريم رجل كريم وكرمه ليس عن إيمان بالله فعل ذلك ليذكر عند الناس دكر عند الناس حصل له ما أراد وانتهى وليس له عند الله شيء أولئك الذين حبطت أعمالهم إذن جميع أعمالهم فهي حابطة فاسدة وسبب فسادها ما هو كفرهم بالله الأمر الأساس أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لا ينتفعون بها نفعا مباركا في الدنيا ولا ينتفعون بها نفعا لجزاء ينالون به من نعيمها شيئا ومن العلماء من قال عبر بالدنيا والآخرة ولم يعبر بلفظ الحياة بمعنى ليس لهم من الحياة الطيبة شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة ليس لهم من الحياة الطيبة شيء فليس لهم إلا نكد العيش ظلمة القلب أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة إذن هذا الثاني الأول بشرهم بعذاب أليم الثاني أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فسادت فلا يجدون لها أثرا طيبة وما لهم من ناصرين والإنسان والإنسان متى يطلب النصرة إذا عجزا أن يؤدي حاجة نفسه بنفسه فيطلب النصرة فدل على أن أعمالهم لن تحقق منفعة لهم فلذلك يطلبون من غيرهم ولن يجدون من غيرهم من يحقق لهم منافعهم فكل تدبير من هؤلاء مآله أن يكون تدميرا عليهم منذ أن وجدوا وعاقبهم الله وقد تبين لنا عندما وقفنا مع سورة البقرة كيف كان ذاك التفصيل عن هذه الفئة من الكفار اليهود كيف كان عبر تاريخهم كل تدبير منهم مآله تدميرا عليهم وأن الأمر ليس إلا أيام ثم يتحول ما هم فيه إلى آلام وأن هذا شأنهم وهذا ديدنهم فلذلك إذن هنا حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين بدون تحديد لا في الدنيا ولا في الآخرة أي في الدارين لن يجدوا من يخرجهم من هذه النتيجة الدائمة المتكررة المتكررة عليهم لأن الله غضب عليهم ولأن الله لعنهم فيقول الله أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة هذه الثانية والثالثة وما لهم من ناصرين ليس لهم من ينصرهم من الله بمعنى في الدنيا لن يجدوا من يخرجهم من أن اللعنة والغضب تلاحقهم وتطاردهم والذلة والهوان يلاحقهم ويطاردهم لن يجدوا من يخرجهم من ذلك ليعيشوا عيشة السعادة والهناء لن يجدوا من يعطيهم تلك الضمانة بل هم دائما في ترقب لهذا الألم ويقع عليهم الألم ولن يصلوا إلى شيء من أي راحة إلا لا لأنهم خرجوا من غضب الله ولكن لأن من يقابلهم أخرج نفسه عن شيء من حفظ الله أما هم فهذا هو حالهم وهذا هو وصفهم وما لهم من ناصرين فإنهم لن يجدون من يخرجهم مما هم فيه فينصرهم لأن الله حكم عليهم بذلك وأن الله عز وجل لعنهم وغضب عليهم فلذلك رأينا كيف أن العلماء وهم يجمعون آيات القرآن ويستحضرون تلك المعاني فكيف أرشدهم فعل المضارع إلى تلك النتائج العظيمة عن هذه الفئة من البشر الذين كفروا ويستمر كفرهم ويستمر أذاهم ويكونونهم سبب الشر ونشره في هذه الأرض وليبقى بوجودهم والعياذ بالله الشر بعد أن يقبض الله أرواح أهل الإيمان ليكون ببقائهم هو السبب أن تقوم القيامة على الناس فإذن هؤلاء وهذا الصنف الذي ذكر الله هذه المعاني العظيمة في آيتين جاءت مفصلة في آيات كثيرة في سورة البقرة لكن أجمل ذلك كله في هاتين الآيتين وهذا من إعجاز هذا القرآن إذن في هاتين الآيتين وقفنا مع مرحلة ومع حقبة عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خصومه رأينا كيف أن القرآن كان مع هذا النبي الكريم تعليما وتسديدا وبيانا وإقامة حجة وكم يكون لمثل هذا الأمر من تقوية الإيمان لأهل الإيمان وربطا على قلوبهم ونفرة عن أهل الكفر من هؤلاء الذين يصفهم الله بهذه الأوصاف فنسأل الله أن يثبتنا على الإيمان نسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا وهدى وتقى وعفافا وغنى ورضا عنه جل جلاله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين جوارحنا للحق وأن يطوع أجسادنا لعمل ما يرضيه وأن يتقبل ذلك منا وأن لا يفتنا وإن أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين نسأله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يصلح لنا أهلين وذرارين وأن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه إنه جواد كريم وأن يجعلنا من أهل الجنة إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر